أهلا وسهلا بكم في حلقة شديدة من برنامجكم إكنيون ووال أي المترادفات الأمازيغية في هذه الحلقة بنتكلم عليه جذر عفوا ليس جذر أنا متعودة نتكلم عليه الجذور بنتكلم عليه مقابلات كلمة منزل أو مسكن يعني المترادفات متاعفة الأمازيغية وكل ما يتعلق بالسكن والسكن والآخرين بس نقطة مهمة بنتكلم عليها وتكلمت عليها في الحلقة الماضية قضية المترادفات لا تعني بالضرورة أنها كلها تعني نفس الشيء ولكن كلها تخدم نفس الوظيفة وحيانا في بعض التنوعات تحل واحدة محل الأخرى ونقطة أخرى مهمة جدا لما نقارنوا في اللغة باللغة العربية مثلا فكلمة منزل في اللغة العربية جاءت من النزول والمسكن من السكون بينما الأمازيغية أو الاستقرار بينما كلمة تاد دار التي هي مقابلة كلمة منزل بالأمازيغية تاد دار جاءت من تم الدورت وهي الحياة والعيش وإلى آخرين مع أنهم مقابلات لغويا كمعاجم نحط فيهم دي ومقابلات بعضهم لكن كل واحدة أخذت معناها بشكل مختلف طيب وكلها تعني طبعا المكان ناوي إليه ونبيت فيه وهذا الاشتقاء جاء من ثقافتين مختلفتين تماما ولهذا ففي الأمازيغية الاسم الأساسي للمنزل هو تاد دار من تم الدور زي ما قلت الحياة وتاد دار تجمع على تيد دار وهذا موضوع آخر طبعا أن الأصل في اللغة الأمازيغية هو جمعة تكسير وليس الجمعة الصحيح اللي هو يان وان آن إلى آخره وجمع التكسير السبب فيه وهذا موضوع حقيقة مليشي على ارتباط بك كل موضوع حلقة بنديرها على اللغة المعيار وكيف جئنا بهذه اللغة المعيار طيب إذن المنزل في العموم هو تاد دار زي ما قلت وفي حال الكبير منها تسمى آد دار وآد دار وهذه كذلك قاعدة أخرى لما يكون عندنا مفرد من الجماد ولما اندروا له صغة التذكير من المؤنث متاعه طعني التضخيم وفي صيغ أخرى وطرق أخرى في الأمازيغية للتكبير وهذه سنجو فيها بعد شوية زي آبر وغيرها إذن الدار هو المنزل الكبير وقد يعني معاني أخرى وحتى هي بنجوها طيب وهناك تيجمي هي مرادف كذلك للمنزل مرادف مقابل مباشرة يعني تعني كذلك المنزل ومنها لو كان أردنا منها أن يكون بيت كبير بيت عامر يسمى أبر قمي أبر قمي ومن المترادفات للمنزل كذلك هي أداج ومنها داج وخصصت في عند أمازيغ نفوسة اللي تعني فقط الغرفة طيب وعند إيموهاغ البيت المصنوع من الطين يسمى تغاشمة أو تغاجمت وهذا يطلقه فقط الأمازيغ المستقرين من إيموهاغ اللي هم في غات وتفيلات وجانت وغيرها على بيوت الطين وهناك كلمة تزديغت أو أمزاغ التي تعني المسكن من الفعل ازدغ يعني أسكن وهناك كذلك تانسة والتي تعني المبيت كذلك وتستخدم حتى فيما بين تغير الإنسان وتانسة هذه من الفعل إنس وطبعاً اللغة الحديثة العنوان البريد يسمى في الأمازيغية تانسة والعنوان الإلكتروني تانسة وإلى آخره فهذا فيه اشتقاقات حديثة من نفس الكلمة مع ذلك لا أريد أن نتشعب عن المهوضوع وأدخل في كلمات الحديثة والمستقبل إلى آخره ولكن هذا اللي حبيت بالسنين نبه على منين جدت الكلمات طبعاً في كلمات أحياناً أنا من أعرفها مثلاً في أزلال في المغرب الأقصى أول مرة أعرفها يسمون البيت باسم ما سمعتاش عني من قبل اللي هو جقة جقة بتشديد القاع وضم مختلص وقد تعني وسط الضار أحياناً عندهم وهنا أتسأل هذا ليس جواب من عندي أتسأل هل هذا لها علاقة بالجلد المدبوغ اللي يصنع به بيوت الخيمة والآخره قديماً لا أعرف هل هذا بينهم جلد المشرك وهذا ربما خاصة صورة حلقة في جذور المزغية طيب بالنسبة للبيت الكبير نجد كذلك التدارت نجد لها التكبير متاعها الدار الدار اللي هي قلنا المفرد المذكر لأي جماد يصبح كبير تدارت تصبح الدار والتي تعني كذلك البيت الكبير الضخم وقد تعني كذلك القرية كلها في بعض التنوعات الأمازيغية وزيما قلنا قبل شوية هناك أبر قيمي وهي مركبة من أبر وقيمي اللي هو البيت طبعاً يوجد أغاسر كما في نفسها والتي تعني أيضاً القصر وقصر المخازن الجماعي والآخره وتقال أيضاً على الحشرات نقول مثلاً أغاسروا أغاسروا انتقط فين بمعنها مستعمرة النمل أو بيت النمل وطبعاً هناك أجادير اللي هو راسجدير في ليبيا أجدير أجادير ويعني القصر ويعني كذلك المخزن الجماعي وتعني كذلك القرية أحياناً وهناك تبعاً إغرم تغرم تحضر الجرمة والتي تعني القصر عموماً وخصصة في بعض التنوعات بالقرية كذلك وعنده إهوغار تاسكوت تاسكوت عندهم تعني فقط المخزن والبناء الكبيرة عموماً وهي من الفعل سكو بمعنى ابني ومنها الاشتقاق الحديث للعمارة والآخره تاسكوت والآخره طيب مشينا من البيت إلى البيت الكبير الآن البيت الصغير المأوط الضيق يعني الصغير جداً يسمى أبنيق ولا تابنيقت ولعل تابنيقت هذه من أبنيق اللي تعني الصندوق يعني كأنهم يشبهون البيت كأنه صندوق صغير هكذا وطبعاً فيه المصطلح الثاني للبيت الصغير اللي هو آنغر ومنه قرية تينغير المعروفة في المغرب والتي تعني المكان الضيق وإلى آخره إذا نضيق من المنزل يسمى آنغر وأنغير وهناك بيوت مثلاً تتخذ في فترة اضطرارية في حال مثلاً الرعي في حال الصيف بيوت الصيف إلى آخره تسمى أغني أو أغني غالباً من الفعل جن بمعنى أرقد وهذا يقودنا للبيت المتداعي للسقوط مثلاً حتى البيت المتداعي للسقوط عندها أسماء خاصة بها لا يقال بيت متداعي للسقوط بيت هارباً إلى خريب ما فيش وإلى آخره طبعاً هذا التنوع في أسماء البيت وأشكالها وأنواعها حسب البيئة التي يسكن فيها الأمازيغ أنتم تعرفوا فيه الأمازيغ والسقوط في الصحراء والسقوط في الجبال والسقوط في السهل إلى آخره فكل واحد اتخذ اسم للبيت على حسب البيئة متاعها واستعمالاتها لها فهذا يجعلنا ننتقله مثلاً إلى الخيام الخيام حتى هي للمبيت بيوت الخيمة بالنسبة لأمازيغ الجنوب عموماً هي إهن وهو المسكن عموماً ويطلق على الخيمة لأنها محل سكنهم وتطلق على الأسرة إهننك وننك وكذلك العشيرة إهننك وتعرفوا طبعاً الاسم الأمازيغي المشهور تينهنان القائدة الأمازيغية الأسطورة اللي وجدوا قصرة في جنوب المغرب في القرن التاسع عشر عفواً في جنوب بشل جزائر مع ذي رفيقان التاسع عشر تينهنان فإهن هو المبيت أو المسكن طيب وتوجد كذلك الخيام أقل من إهن اللي هي مثلاً إيبرغن واللي منها مدينة بيرغن في ليبيا اللي تحول اسم إيبرغن يعني من اسم الخيمة نفسها إلى اسم المدينة نفسها طبعاً إيبرغن هادي في حال التذكير تذكر معي عفواً إيبرغن نفسها مش في حال التذكير إيبرغن نفسها جاية من أبرغن أبرغن تفكروا أبر قبل شوية أبرغمي وأبرغن وأصبح يعني إيبرغن تعني الخيمة على أقل القيمة الكوخ مثلاً عموماً عند أمازيغ الشمال هو إيبرغن وعند أمازيغ الشمال كذلك إيبرغن هو الخيمة طبعاً تكبير وظيفي زي ما قلنا طبعاً فيه الكلمة يقولون فيها كل اللي بين قيتون أقيضون هي كلمة أمازيغية تعني الخيمة كذلك وهي نوع أكبر من إيبرغن أقيضون هذا في اللغة الأمازيغية ذكره لسان العرب على فكرة أن العرب أخذوه من اللغة الأمازيغية قال في لسان العرب أنها كلمة بربرية وهناك طبعاً ما فيش أشهر من أخام وهو ليس مشتق من الخيمة الخاء هي حقيقة كلمة طرارية ومستحدثة هي في الأصل أغام تغيمة المجلس أو المقام وانتقل عند زواوى أمازيغ القبائل ليعني البيت نفسه فأخام أصبح البيت نفسه وفي الحقيقة البيت نفسه كما قلت عن عموم المزيغ وتدرد وهناك أكبر وأكبر وأكبر التي تعني الخيمة المكسوة بالسعف عند أمازيغ غات والعوينات وغيرها وفي غدامس تكبرت وتكابرين انتقلت لتعني عموم الخيام عندهم وكذلك هي نفسها مشتقة من شكلها يعني شكل متاعها أكبر ولا أكبر تعني نوع من الصحون شكلها فعلاً زي الخيمة لو تقلبها رأساً على عاقبة وطبعاً هناك الخيمة الشتوية التي يغطوا فيها بالجلد على خلاف خيمة السعف أو القماش وإلى آخره تسمى إهكيت إهكيت وتجمع إهكيت ولا إهكتان وهي خيمة شتوية مصنوعة من جلد المعز وهناك أهنك أهنك أو أهنك في العموم تعني حقيقة الهودجة لفوق الجمل ولكن بعضهم عممها على الخيام الصغيرة والبعض يخصصها بس على الهيكل اللي يصنع في البداية قبل ما توضع عليه الأغضية متاع الخيمة طبعاً زي ما كان في الحياش البالية والمنازل البالية والآخره هناك كذلك الخيمة البالية البالية وإهكيت وإهكيت وعفواً إنسيت نذكر كذلك تباردي هي الخيمة المخيطة من بقايا الملابس وهي يعتبر فيها التوارك هذه أحسن أنواع الخيام لأنها دافية جداً هي نفسها عندنا في جبل نفسها تباردة والتي هي مجموعة من الأقمشة تضع على ظهر الحمار أو الحصان حتى لا يتضرر من الحمل يعني الأثقال تباردي تباردي تعني الخيمة المخيطة من بقايا الملابس وطبعاً كما قلت لكم الأمازيغ يسكن في أماكن مختلفة وسمحوني يتكلم بسرعة لأن الحلقة هذه المدابية تكون بسرعة و تكون قصية لازم أنتوا طلبتوا طبعاً هناك البيوت المنحوطة في الجبال ليس قلنا الأمازيغة نواع في أمازيغة الصحرة وفي أمازيغة الجبال في أمازيغة الجبال البيوت المنحوطة في الجبال تسمى إيفران ومفردها إيفري منها أخذنا اسم مدينة إيفرل وهذا الاسم متكرر في كل ليبيا عفواً في كل من ليبيا والجزائر الجزائر يخي فيه منطقتين اسمهم إيفران وفي المغرب كذلك منطقتين اسمهم إيفران واحدة منهم مشهورة إيفران اللي هي فيها جامعة الأخوين وفيها يعني إمازيغ الأطلس وكذلك بعدين فيه إيفران موجودة أنا نفسي وقفت عليها في جنوب الأندلس منطقة قريبة من روندا وهي من أين سكنة بنوا ييفران فرع من فروع إزناتها في جنوب الأندلس وعندما ما ساميت برونهم يا وين ممشوا طيب وبنوا ييفران مذكورين كذلك في التاريخ بكثرة يعني مش هذا مضالة وبعدين عندك البيوت المحفورة في الجبال لكنها معلقة أقلوا أربما من أقل الفعل التعليق وهناك تاكولايت وهناك طبعا أسماء أخرى لهذه إيرجي أرجان أرخانة موجودة في جزر الكنان ووقفت عليها أماكن محفورة في الجبال وآخره إلى الآن في جزر الكنان وكذلك تاغزوت اللي هي الصغيرة جدا وإلى آخره أي المحفورة طبعا هناك كذلك لا يمكننا ذكر البيوت دون ذكر البيوت المخصصة للعبادة فبيت الله يسمى تمسجيدة ويسموه في أمازيغ الجنوب تمسجيدة وهذا يذكرنا باللفظة العربية المسجد وغالب الأعام أنها هي كلمة مستعارة من اللغة العربية تمسجيدة ولكن البعض يرى أن ويصر أن كلمة تمسجيدة جاية من أسجد وهو الدين أي المكان المخصص للدين وعندنا مثلا الكنيسة في الأمازيغية تسمى تاغليست وهي كذلك كلمة دخيلة على الأمازيغية جاءت من الاتريقية إجليز إجليسيا إجليز إلى آخره تاغليست وبيت العلم اللي هي المدرسة كذلك بيت فمثلا يسمى في العموم المزيغ الوسط يسموه أغرباز من أغرباز لهو مكان تحفيض القرآن الكريم ولكن هذا الاسم لمكان تحفيض القرآن الكريم هو اسم معمم من الاسم الأصلي وهو مكان اللي نمسح فيه لوح القرآن الكريم وكذلك يوجد تينمل وهو الاسم المستخدم الآن في الأمازيغية الحديثة للمدارس عموما مكان التعلم من الفعل إمل ويوجد المسجد الكبير المسجد الأعظم تعالى الموحدين في جنوب المغرب في جنوب المراكج نواحي تارودان يسمى تينمل على أي حال البيوت أنواع وأشكال تصوروا فيه لغات تقول بيت وتضيف عليها مثلا بيت الحكمة، بيت الدراسة بيت الحيوان، بيت الحشرات بيت كذا ففي الأمازيغية هذه كلمات قامة بذلك ولذلك أنا وضعتها تحت كلها تحت اسم بيت وبنجو بعد شوية للحشرات في العربية مثلا كلمة مخصصة واحدة في الأمازيغية في العربية هي كلمتين وتضاف إليها كلمة بيت طيب، عندنا أنواع البيوت المخصصة لغير الإنسان مساكن، سواء بناها الإنسان أو بناها الحيوان نفسها أو الحشرة نفسها فمثلا البيوت الأقرب للحيوانات المدجنة الحيوانات المدجنة في الأمازيغية يسمون إيرادن أو يقرد يعني من الفعل يقرد بمعنى تربع المربع طيب، البيوت الداجنة للحيوانات مثلا لو مفتوح على الهواء الطلق وما في شي غطاء ومسيج يسمى أفراج وأفراج أصلا تعني السياج في الأصل أغني من جن تانسة أي من المبيت أيضا أفراج وجمع إفرجان نسبة إلى أفراج إفرجان وإلى آخره ويوجد أيضا إيغرو وجمع إيغروان ولعل كلمة قيروان على فكرة أصلها من هذا لأن إيغرو وإيغروان هي المربض والاسم القديم للقيروان شين كان يسمى تلقوا حتى في كتب التاريخ يسمى المربض ومنها تسمية القيروان القديمة زي ما قلت لكم قبل شوية وهو الحضيرة وعندك طبعا تستورت وعندك كلمات أخرى بالنسبة لمربض الحيوان ويمكن تسمع تخصيص الاسم لكل حيوان بعينها فمثلا مبيت البقر تغرورت ولو كانت كبيرة أغرورت زي ما قلنا قبل شوية التكبير يجي بصغط التذكير والكلمة في الأساس تعني الحق العام ومبيت الحمير مثلا والحصان اللي هو الإصطبل على فكرة كلمة فريسية وليست عربية أغلوي وهذا بالنسبة لل مبيت الحصان والحماء ومبيت الدجاز اللي هو الخم باللغة العربية أنجو وأحيانا يوسع على أي من الطيور كما في زوار حتى من البيوت وهذا ربما نجو في وقت آخر وسبب التوسيع والتقصيص وكذلك قلنا قبل شوية الإصطبل بالنسبة للحصان يسمى كماذا قلت قبل شوية أغلوي ولكنه يسمى خصيصا أيضا بأدينين أدينين أكثر هشوعون هو اسم أروى وأفتار وأحيانا هذه أفتار أفتار تعمم لتعني المربض لكل حيوان وأروى هو الإصطبل اللي الملصق في البيت فقط مش كل إصطبل وهو كذلك مش قلنا الحيواني غرد تعني المربع أروى كذلك تعني التربية وهذا موضوع حتى هو مرة أخرى نتكلموا عليه في حديثنا عن الأمازيغية المعيار وإلى آخره طيب المربع وأغمي أغمي في حال وجود حال وجود الإصطبل بعيد عن بيت الناس وأسنسي وهو كذلك لما يكون في الفيافي بعيد جدا أسنسي يعني مربض الحيوانات عموما في مكان بعيد جدا مثل الجفارة في ليبيا وغيرها مرة أخرى من ناحية قرارة مثلا وتواد في جنوب غرب الجزائر هناك أدغس وتغسي تغيست عندما يكون الإصطبل حتى هو أو المربع بعيد عن السكان طبعا وكذلك تانغورت أخيرا أخيرا هناك إيزغي وجمعها إيزغان كما عند إخواننا في الأطلس الأطلس الكبير عندما تكلمنا عن السكن وتخصيص السكن لبعض الحيوانات مثلا البراح وهو مربض الإبل عموما يسمى أسغان عند إيموهاغ وعندما أقيت الأمازيغ يسمى في المبيت عموما أسغان من جن وهناك طبعا مسكن الطيور اللي هو الأعشاش مسكن الطيور مثلا عموما فيه نوع من يعني مثلا في جبل نفوسة نسمى فيه تسيسلت وجمعه تسيسال ومثلها طبعا عند إيموهاغ قريبة جدا حتى في لفظ تسلالوت وهي لعلها تصغير من تسيسلت تسلالوت وهي قريبة جدا من كلمة آسلال والتي تعني المكان المخصص للنحل ولكن الاسم العام بالنسبة للعش في الأمازيغية هو أسدي ولا أسدي من زدي أي لصق يعني كانوا يأخذ العدان والكذاوي يلصقهم على بعض من يصنع عشة وهي الأكثر على فكرة استعمالا في الأمازيغية اللي هي أسدي وأسدي ونجد بعض التنوعات مثلا الغدامس في ليبيا يقولوا أسود ولا إسود وهناك مترادفات كثيرة جدا بالنسبة للعشن على الطير مثلا أغدف وأكتف وأجلف وهي في الأصل السرب ولا أدري سبب ارتباطها ببعضها ونخصص حلقة كذلك لارتباط هذه الكلمات ببعضها في إزرانة مازيغ وهذا على فكرة موجود في أغلان و كما قلنا كلمة عليتي كلمة نفسها لكن ليس شرط لأننا نتكلم عنها بشوية تزاكت وهذه حقيقة أول مرة نتعرف عليها في أي تحديد في المغرب الأقصى يقولوا للعش تزاكت ولعلها من الجدر سكوت أي المبنى ومنه البناء العالي والآخرية فتلان سكوت نجده عند أزواد يسمون العش أسكوك من سكوت كذلك من نفس الجدر وهو يتبع يعني نفس الجدر هذا اللي هو إسكي المستعرف في جنوب المغرب وهو كله من البناء أسكو واحد دارها من الالتصاق والتاني من البناء ولكن أسد 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 إلى آخره إزدي إلى آخره من نفس الجدر به وتقجاورت تقجاورت اللي هي في الجنوب المغرب كذلك تعني العش الطير ولعلها مخصصة حقيقة ولا علما لي مسبق بهذه الكلمة والعشاشة اللي يبنيه بنادم لأجل الطير يسمى أنقو اللي هو الخم بالعربية طيب هذا بالنسبة للطيوع ما رأيكم في الحشرات؟ حتى هي عندها بيوت فمثلاً بيت النحل اللي هو اللي يسمى في اللغة العربية اللي اسم طارطة ومني فلا نحتاج لإضافة اسم النحل خلية النحل بالعربية فكلمة خلية نحل لا نحتاج لنضيف كلمة نحل في الأمدغية فلو قلت أسلال الناس يعرفوا أنك أنت تقصد الخلية وأغراس وتغراست وتلمكت كلهم تعني خلايا النحل وهناك بيت العنكبوت كذلك كلمة مركبة في العربية بيت العنكبوت في الأمازيغية لا تحتاج لتقول كلمتين مع بعضهم عنكبوت أولي لي ويسمى كذلك إساسان أولي لي هو يعني كذلك العنكبوت نفسك المهم عليك إساسان هو بيت العنكبوت سمحوني بسرعة أتكلمت على كل ما تعلق بالبيت والمبيت والمسكت ولو نسيت أي شيء بالله فكروني و الجحر الجحر الحيوانات كذلك الجحر الحيوانات مثل التعلب زي الأفعز الأخير يسمى كذلك أنسا وهناك كلمات كثيرة جدا جدا الذاكرة اللي تسعبني فيهم كلهم ولكن أنتو بعد من تشوفوا الفيديو هادي وتشوفوا التعليقات وتديروا الاشتراك متاعكم في القناة وتحطوا التعليق متاعكم اكتبوا تعليقكم في أي حاجة ننسيتها عن المبيت وأنواع المبيت سواء إنساني أو حيواني تنميرتنون الحلقة الجاية حنتكلموا عليه كل أجزاء البيت وكل واحدة والمتلاتفة تنميرتنون وانسيتنقول العمارة تسمى تزقة من تسكوت إسكوان إلى آخره وعندك المبيت الإنسان اللي هو الميت يسمى أزكوي وإزكوان اللي هو القبر اللي مبني فوقه بناية زي ماي أقول رامو إلى آخره يسمى أزكوي وإزكوان والدار خصصت من المبنى تسمى تزقة وإلى آخره إلى حلقة أخرى إن شاء الله تنميرتنون